السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد في كونتكم تربية بيدي. النهاردة الفراخ بتاعتنا الفراخ الفايومي الروزي عمر 8 ايام. عايزين بقى نعمل لهم تحصينة اساسية دي المفروب تتعمل من عمر 7 ايام. بس انا معرفتش اعملها في اليوم السابع. مهمة قوي. التحصينة دي طبعا احنا بنربي الفراخ دي كبديل لتسمين يعني فراخ تسمين للحم. الفراخ الفايومي الروزي مش للبيض ابدا. هي بتبيض لكن هتبقى بخسارة عليك. يا ما ناس ربتها وبعد شهر او شهرين كانت بتموت منها. وتيجي تشتيكي وتقولي الفراخ البلدي انا ربتها وتعبتي فيها وفعلا بتكلف جا جامعة كتير على بال ما توصل لسن البيض. آآ وتبصت لقيها مت بتموت معاكي. طبعا آآ من غير ما تلحق تفرحي بالبيض بتاعها. فده حرام ان انت تربي الفراخ اللي هي اصلا معمولة علشان آآ يعني كلل لحم. الفراخ تسمين مش فراخ بيت. انا عايزة الفراخ بتاعتي تبقى حلوة وبتلمع وتبقى صحتة كويسة. من غير ما تكلف فلوس. من غير ما اروح للبيطاري واديني يكون علاجات قدي كده. وبرضو ياريتها فيه نايت تيجها. يعني انا ممكن اروح للبيطاري واديني علاجات غالية بس اتجيب نتيج. مع الاسف انت بتروح تتجيبي علاجات غالية جدا وما فيش نتيج. فده تاب ليه? ده انا اوفر على نفسي. واجيب حاجات واقسم بالله الوصفة دي. يعني اللي متابعيني في قناة تربية بيتي بتاع الدواجن والسمن. عارفينها وفي ناس جربوها. وحتى ناس كتابولي في التعليقات ان هي فعلا بديل قوي جدا جدا للتحصينات. اللي هي بتتكلف غامض. يعني فيه تحصينات. يعني انا كنت زيك كده بتيها في موضوع التحصينات ده. واروح اجيب من البيطاري التحصينات والفراخ تاخدها وتموت. وحتى احنا بلعننا دلوقتي بنشوف على النت كتير قوي مزارع وبيوت بتخرب بسبب التحصينات. لان التحصينات فيها مشاكل كتير قوي. فانا سكست بيت عايزة اربي. حاجة نظيفة في بيتي متكلفنيش. انا كده كده بربي وبتعب نفسي ليه? شانا نوفر. وفي نفس الوقت اكل حاجة صحية ونظيفة. فكل ده ان شاء الله هنوفره لك في القناة بتاعتنا. آآ سواء تربيه بيتي او سواء آآ بتاعت الفراخ البيضاء او حتى بتاعت الحمام والزمان. هما اصلا التلاتة هما كانوا حاجة واحدة. بس انا كنت آآ يعني لاحظت ان الفيديوهات الناس بتهتم بنوعية معينة. فموضوع التخصص ده مهم. عشان كده اضطريت ان انا عامل الفرعين التانيين. يعني انا مش عاملهم فانتازة او فضة والله ابدا. بس انا حاسة انه الفيديوهات كان بتضيع. فعشان كده اضطريت اعمل كل قناة متخصصة. آآ لان التلات حاجات دول مهمين في حياتنا. يعني ان احنا الرب التيور ديت مهمة جدا جدا في حياتنا. الفراخ الفيومي الروزي دي. ما شاء الله الناس اللي تسألني. آآ انا كنت جايبة الفرخ بعشرة جنيه. آآ دورت حياتهم خمسة واربعين يوم يا جماعة زيها زي الفراخ البيضاء. هتقولي معقولة هتبح فراخ بلدي خمسة واربعين يوم. بسم الله ما شاء الله انت شايفها النهاردة عمر سبعة ايام ولا تمنة ايام شايف الفرخ عامل ازاي? معدل موه عالي جدا وما شاء الله بيكله حلوة قوي. اللي هو لان انا بعمل وصفات تسمين آآ وصفات آآ بديلة للعلف. انا كانت خرب بيتي في العلف. لان بيكلوا بيكلوا. دولة مش هيكلفوا معاك علف تقريبا كده بتاع خمسة ستة سبعة كيلو. مش اكتر من كده. بالطريقة بتاعتنا. مش هتكلفي علف خالص. آآ الوصفة بتاعت النهاردة آآ دي ينبقى ما شاء الله لا تلاقي عندهم برد ولا انفلونزا. وكمان في نفس الوقت بتزود اوزانهم جدا. يعني بتخلي وزن الفرخ حلوة قوي قوي. يعني بتزبط صحته وبتزبط وزنه. حاجة صحية جدا. يا انت ما تشوفي الوصفة دلوقتي هتقولي يعني احنا مش لقين ناكله. عشان نحطه للفراخ. بس الصدقين هيوفر عليك كتير لوحة سبتيها. هيوفر عليك مبالغ طائلة ممكن تدفعيها عند البيتر. اول حاجة في الوصفة دي احنا بنعملها على لتر واحد من الماء. معلقة من الزبادي عليها بداية. البيض ما تخفيش ان هو مش يعني الامراض ولا حاجة ما فيش الكلام ده. بالزات لو من عندك من بيتك فانت بتبقي واسقة انه ما عندهوش تيفض ولا عنده اي حاجة. يعني الفراخ اصلا علشان تبيض لازم تكون سليمة. فعندنا في البيت. لكن لما اجي من المزارع او بتاع المزارع ده اللي ممكن يتخاف منه شوية. لكن البيض اللي في البيت كعمر الفرخة العيانة ما هتبيض. ده طبيعي. انما في المزرعة ممكن عشان بتدوها حاجات شديدة عليها بتخليها تبيض وهي تعبانة. او بتبقى المزرعة كلها متى فيها المشكلة. فالبيض الحمد لله من عندك من البيت. اه لو ما عنديكش بيت بلدي. حطي بيت سمان او بيت بطة. بس ما يكونش فاسد او بيت وزج عادي. معلقة بقى اما العسل يام عسل ابيض يام عسل اصمر. بس طبعا العسل الابيض اقوى واحلى بكتير. لكن انا عملت عسل اصمر عشان الناس اللي ما عنديهاش امكانية تجيب عسل ابيض. يبقى معلقة زبادي بداية معلقة عسل. تمام? ما عنديكش عسل اصمر حطي معلقة دبس الطمر. حلو جدا جدا جدا. وهنحط عليهم بقى نوعين كده من الفيتامينات الرائعة جدا. اول حاجة فيتامين الف دل تلاتة. ده بيطاري. اه خد سكيرينة ووريها للبيطاري لو عندك. ولو ما عنديكش بيطاري هقولك دلوقتي على البديل البشري لتستخدميه. اه هاخد ايه? هاخد اتنين سنتي. اتنين سنتي دول حوالي نص الغطا. بس شو فيه قد ايه? اتنين سنتي بس. ما الازازة دي كانت بعشرة وبقت بخمستاشر. مع ان المفروض ان الادوية ما غليتش يعني. اه الهاء السلينيوم تاني حاجة. يبقى الف دل تلاتة هي. وبعد كده الهاء السلينيوم. الهاء السلينيوم ده ممتاز جدا في رفع المناعة. الف دل تلاتة ده حلو جدا لزيادة النموه. برضو بياخد اتنين سنتي من الهاء السلينيوم. تمام? طيب انتي بقى ما عنديكش بيطاري جنبك ولا اي حاجة فانت عايزة بديل بشري. الناس اللي بتقول ان الغلط ان استخدم الادوية البشري للطيور ده كلام فارغ. دول الاتنين دول البديل بتاحهم بقى الهاء السلينيوم. او تروح للصيدال البشر تقول له عايزة. آآ سلينيوم. بس هو اسمه كده السلينيوم. هاتش ريط. هتخدي هتلاقي قرص بني كده تطحانيه. والدوبيه في في المية. في لتر مية. هيدوب ويبقى تمام. آآ ما شاء الله قوي جدا هيبقى اقوى من الاتنين دول بكتير. الهاء سلينيوم البشري. بالنسبة لموضوع ان احنا مندي انه غلط انك تدي الطيور الادوية البشري. فالكلام دوت مع ناس مع حد تاني غيرنا. ليه? لان احنا فضل الله عارفين احنا بنعمل ايه? مش غرور والله بس هي دي الحقيقة. انت اولا احنا بنستخدمش البشري الا في حدود معينة. ثانيا لما بنكون بنستخدم ادوية بشرية في الغالب كلها معظمها فيتامينات. فانت لو اكلتي فيتامينا اصلا انت بتاخديه معمول لكي فادي حاجة عادية. ثانيا اللي بيقولوا انه غلط على صحة الفرخ نفسه ومش هيتحمل. احنا بنحطه بنسبة مدروسة كويسة جدا مزبوطة جدا بتجيب نتيجة عالية جدا جدا جدا. آآ امر الفرخ معاكي بيبقى قسير مش هيتأثر. لو انت اكلتي فرخ وااخد فيتامينات بشرية فطبيعي انت اصلا هتستفيدي مش هتخسري. لكن بالنسبة لمضادة الحيوية البشرية فاحنا برضو بنستخدمها بالنسبة مزبوطة جدا. بعد ما تحطي مضادة حيوي بشري للطيور بتاعتك ما ينفعش ان انت تتباحيها الا لما تبطلي يعني توقفي العلاج اللي هو المضادة الحيوية ده. ده مدة اربعة يام او اسبوع على الاقل. يعني ما ينفعش اكون مديها فراخ كبيرة مسلا. مضادة حيوي واتباحها تاني يوم. لا. لازم اوقف المضادة الحيوي لمدة اسبوع. بعد كده اتباح. يكون جسم الفرخ تخلص من اثار المضادة الحيوي اللي موجود في جسمه. وبكده يبقى احنا عارفين كويس او احنا بنعمل ايه. يعني بفضل الله ما تخافيش ابدا من استخدام الادوية البشرية لان انا بستخدم الادوية البشرية في يعني في نطاق محدود قوي يعني في الضرورة للحاجات اللي هي في الصميم. وانتي لو بتتابعيني وبتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوفي الفيديوهات بالنسبة بقى الوصفة التحسنات اللي احنا عملناها دي بتتعمل في اليوم السابع وتتكرر كل اربع ايام. آآ لحد ما الفرخ تكمل امر شهر بس. يعني الموضوع كله مش هتعمليها غير تلات اربع خمس مرات يا ستي في امر الفرخ كلها بس. هتفرق معاكي قوي قوي في صحة الفرخ وفي وزنه. وكمان في انه يقاوم الامراض اللي هتلاقي برد ولا عطس ولا كخة ولا خنفرة ولا الكلام ده كله احنا بنحطها كويقاية. وفي نفس الوقت كمان للتسمين لانها بتزود اوزان الفرخ ما شاء الله بتخليهم ترايك كده وحلوين. كأنهم بياكلوا علف صافي ومع ان احنا ما بنحطش علف خالص. فالوصفة دي تعتبر بتضرب عصفير كتيرة بحجر واحد. اول حاجة بتحافز على الفرخ من البرد والعطس والتشمة والتخة والجنبور والاي بي. كل المشاكل اللي بتحصل اللي هي بتيجي نتيجة الفيروسات دي. اه ما شاء الله بترفع مناعة الفرخ. حتى لو قدر الله لو جاله اصابة بيبقى عنده استجابة عالية للعلاج معاكي. بيخف يعني بتعالجيه ويخف. انما لو هو انت مش مهم مش مهتمة فمش يعني هتبصت لقيه ايه جات الشوت اخدت الفرخ منك مرة واحدة. اه دي تاني. التاني حاجة بقى انها ما شاء الله فعلا بتزود وتبتقى الجسم الفرخ وبتخلي اوزانهم حلوة وسيحطهم حلوة. اه اتمنى بقى ان انتم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يبصلكم منا كل جديد. اللايك مهم جدا 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 جدا. متنسوش اللايك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.